فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة أخونا السائل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لما أكون في الصلاة أقرأ بالصور التي تحضرني لكني سمعت أنه يجب علي أن أقرأ بالترتيب فهل صلوات السابقة غير صحيحة أقول للأخ السائل بارك الله فيك صلتك إن شاء الله صحيحة لكنك فعلت خلاف الأولى لأن أهل العلم يستحبون أن يقرأ الإنسان من غير تنكيس يقرأ من غير تنكيس يعني لا يقرأ اللاحق ثم يقرأ السابق لا يقرأ مثلا صورة والشمس وضحاها ثم في الرقعة الثانية يقرأ مثلا قول الله عز وجل قاف والقرآن المجيد لأن هذا خلاف الترتيب القرآني اسمه تنكيس والتنكيس في الصلاة مكروه عند عامة أهل العلم فالمستحب مش الترتيب يعني الصورة الإخلاصة بعدين صورة الفرق وبعدين صورة الناس ليس هذا هو المقصود لكن المقصود أنك إذا قرأت مثلا من صورة البقرة فقرأت الربع الأول أو الربع الثاني فلا تقرأ بعده الربع الأول إنما تقرأ بعده الربع الثالث أو العاشر لا بأس بذلك فالتنكيس مكروه عند عامة أهل العلم وبالتالي يستحبون أن يراعي الإنسان في قراءته فإذا قرأ يقرأ اللاحق ولا يقرأ السابق في الركعة الثانية لكن هذا لا يبطل الصلاة حتى إن وقع فيها يعني لو وقع الإنسان في التنكيس فإن هذا التنكيس لا يبطل الصلاة لكنه يكون فعله خلاف الأولى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول من هم الأرحام الواجب علينا صلتهم الأرحام كما قال الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وفي حديثه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام فصلة الأرحام من الواجبات الشرعية وبالتالي الأرحام هم عصبات الإنسان منا وأرحام عصباته وهم أقاربه من ناحية والده الأعمام جده لوالده ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام ثم أبناء الأعمام وهكذا العصبات هم أقارب الإنسان من ناحية والده وأما الأرحام فهم أقارب الإنسان من ناحية والدته جده لأمه صاله ابن صاله وهكذا ولا تنسى أن من العصبات العمة ولا تنسى أن من الأرحام الخالة أيضا والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الخالة بمنزلة الأم أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صليت السنة المؤكدة وصلاة الفجر قد أقيمت هل علي إثم يبدو أن السائل يقصد أنه صلى بعد الأذان مباشرة ولم يتمهل قليلا بعد الأذان حتى يتحقق دخول الوقت والحقيقة أن هذه المسألة يعني فيها اختلاف وتباين كثير بين المعاصرين طبعا من أهل العلم وبين حتى بعض أهل الاختصاص كخبراء الفلك وغيرهم أن وقت الفجر عندنا بل وفي بعض بلاد المسلمين أيضا يعني متقدم نسبيا عن وقته الصحيح ويقولون أن الأذان الصحيح أذان الفجر الثاني يقع مكان أذان الفجر الأول من النحاء الشرعي وبالتالي استحب كثير من أهل العلم أن يتمهل الإنسان قليلا بضعة دقائق بعد الأذان حتى يتحقق دخول الوقت وكما نقول في العادة كده كده هناك مسافة زمنية ما بين الأذان وما بين إقامة الصلاة في المسجد فأنت إذا صليت في المسجد صليت بعد الأذان على الأقل بربع الساعة أو بثلث الساعة وبهذا يكون تحقق الوقت لأن الحديث والخلاف على 13 دقيقة 18 دقيقة يعني ليس الخلاف على ساعة ولا على نفس الساعة وأما إذا صليت أو صليت في بيتك فراعي أن تصلي إذا سمعت إقامة المسجد فبالتالي يكون قد تحققت أو تكون قد تحققت من دخول الوقت إذا فعلت ما فعلت وأنت جاهل بالمسألة فلا شيء عليك إنما راعي فيما بعد أن تصلي إذا سمعت إقامة المسجد أو إذا كنت في المسجد فأنت مرتبط بالمؤذن ومرتبط بالإمام والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ابنتنا السائلة تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول هل يجوز أن أتبرع بالصدقة لأمي وأبي فأنا متزوجة وتعودت على إخراج الصدقة الشهرية فهل يجوز أن أعطيها لوالدي بنية الصدقة لتحسين حالتهم المادية شوف يا بنتي نعم ما تفعلين بارك الله فيك أن تجعلي لله تعالى جعلا في راتبك في أول أو في آخر كل شهر لأن الصدقة من أسباب وجود البركة في المال وربنا عز وجل مدح الإنفاق في كتابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فالإنفاق في سبيل الله من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات وفي الحديث القدسي يقول رب العزة تبارك وتعالى يابن آدم أنفق أنفق عليك وخزائني ملأة إلى قيام الساعة فالإنفاق باب طيب من أبواب العمل الصالح ومن أبواب القربات نسأل الله عز وجل أن يجعل لك على هذا أجرا عظيما أما أن تعطي صدقاتك بنية الصدقة لوالديك فلا أره شيئا مقبولا لأن الوالدين أكرم من أن يعطوا صدقات أبنائهم أو زكاوات أبنائهم الأبوان لهم حقوق لهما حقوق على الأبناء والبنات صحيح نفقتهم ليست واجبة عليك لكن لا تعطيهم من زكاة مالك ولا تعطيهم بنية الصدقة إنما أعطيهم ما تريدين بنية أنه لأبويك تبرعا محضا هدية عطية هبة لكن لا تعطيهم على سبيل الصدقة فالأبوان أكرم من أن يتصدق عليهما أو أن يزكي عليهما أبنائهم أو بناتهم والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا السائلة تقول ماذا تفعل المرأة إذا اضطربت حيضتها زيادة أو نقصانا أقول لبناتنا ولنسائنا أما النقصان فأمره سهل فمتى انقطع عنك دم الحيض أو دم النفاس ورأيت علامة الطهر التي اعتدت عليها في كل شهر سواء كانت هذه العلامة عندك هي السوائر الشفافة التي كالماء أو سواء كانت علامة الطهر عندك هو جفوف المحل تماما من الدماء والسوائل وغيره فإذا متى انقطع الدم ورأيت علامة الطهر المعتادة خلاص اغتسلي وأصلي وصوه أما الزيادة فلا تلتفثي إليها أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قال تحيضي قال امكثي قدر ما كانت تأتيك حيضتك امكثي قدر ما كانت تأتيك حيضتك يعني زي ما تعودتي في الشهور السابقة الشهر ده اختلف شوية فيقول اعتدي بما تعودتي عليه من أيام حيضتك ثم اغتسلي ولا تلتفثي إلى ما يزيد لأن الزيادة بعدما مرت الأيام التي اعتدت عليها هذه الزيادة إنما هي استحاضة وليست حيضا طيب في بعض الأحيان تكون الفتاة مبتدئة لسه في الحيض أو تكون المرأة قد ناسيت عادتها الشهرية ففي هذه الحالة ماذا تفعل والدم ممتد عليها قال عليه الصلاة والسلام كما قال لحمنا بنت جحش رضي الله عنها قال تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله عز وجل اللي هو اكثر ما تعودت عليه النساء في الحيض ستة أيام سبعة أيام فقال لها اعتدي بما هو مشهور من عادتي ومن حيضي النساء ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله عز وجل ثم اغتسلي وصلي وصومي والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا في العمرة فهل ممكن أغسل ملابسي بمسحوق من مسحيق الغسيل أم أكتفي بماء فقط حتى لا تكون له رائحة لا في هذه الحالة نحن تعودنا على أن يكون معنى مسحوق لا رائحة له أو صابون بغير رائحة اللي هو صابون الغسيل المعتاد الذي تعودنا عليه صابون الغسيل غير صابون الوش كما يقولون هذا برائحة وذاك منزوع الرائحة فإذا كنت أو كنت ما زلت في عمرتك يعني افترضوا أنه وصلوا إلى الفندق وطبعا أثار الإرهاق والسفر والتعب وشيل الشنطة ونزل الشنطة ويطلع الغرفة فأصابها أو أصابه من العرق ما أصابه أو اتسخت ملابس إحرامي لأي سبب كان وهو يريد أن يغتسل أو تغتسل ثم يريد أن ينظف هذه المسألة ملابس نظف لا بأس اغتسل وأنت محرم وإلبس ملابس إحرامك إذا أردت أن تغسل اغسلها لكن لا يكون بمسحوق له رائحة ولا يكون بالصابون الذي فيه الرائحة إنما تخير نوع لا يكون فيه هذه الروائح ما دمت محرما والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا السائلة تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز أن أزيل الشعر الذي فوق الحاجب وأسفله ولا هذا يدخل في اللعن أقول لابنتنا السائلة يمكنك أن تنظف الشعر الذي على الجبهة بعيدا عن الحاجب ويمكنك أن تنظف ما بين الحاجبين فهذا الشعر وذاك الشعر لا يدخل في النمس الذي لعن النبي فاعلته والمفعولة به عليه الصلاة والسلام حينما قال لعن الله النامسة والمتنمسة فالشعر اللي على الجبهة وعموم شعر الوج يمكن إزالته وما بين الحاجبين يمكن إزالته أيضا دون الاختراب من الحاجبين نفسهم حتى لا ندخل في النمس واللعن والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد ابنتنا السائلة تقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول زوجي يجبرني على خدمة أهله فهل هذا واجب علي أقول ابنتنا السائلة لا خدمة أهل زوجك ليست واجبة عليك لكنها من لوازم العشرة معه بالمعروف كرر تاني خدمة أهل الزوج ليست واجبة على زوجته إنما الزوجة تفعله إكراما لزوجها ومن باب العشرة مع زوجها بالمعروف لأن هؤلاء هم أبوه وأمه هو أبوه وهذه أمه وإذا تحببت إلى أبيه وأمه ازداد حب الزوج لك وازداد إكرام الزوج لك فأنت تفعلين هذا بهذه النية وبهذا القصد واذكري يا بنت الإسلام أن والد الزوج ووالدته هما السبب في وجوده فأكريميهم من أجل زوجك من أجل ابنهم واذكري أيضا أياتها الزوجة الكريمة أن هذا الأب وهذه الأم بمثابة والدك ووالدتك فأكريميهم بهذا القصد وليس على سبيل الفرض والوجوب لأن بالفعل هناك بعض الأزواج يتعنتوا جدا مع زوجاتهم في هذا الأمر قهرا وإجبارا أنا أقول للأزواج وسعوا مدارك عخولكم وحاول احتواء زوجتك ورغبها ترغيبا لا إجبارا ولا اضطرارا رغبها فقط في خدمة أبويك حتى تخدمهم بنفس كما يقولون وإياك أن تكون قاهرا لها وإذا فعلت هذا وخدمتهم بالفعل فأكرم هذه الخدمة لها وأحسن شكرها على هذا العمل الطيب ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال بيوتنا إنه ولي ذلك والقادر علي وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام نستأذن حضراتكم في فاصل قصير سنعود بعده إن شاء الله عز وجل فانتظرونا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير أخونا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته يقول لو سرحت في صلاتي كثيرا فهل أعيد هذه الصلاة أقول للأخ السائل بارك الله فيك كثير مننا يسرح في صلاته ولا يركز فيها بدرجة متفاوتة لكنك لو حاولت أن تكون حاضر الذهن حاضر القلب في صلاتك لا خف هذا السرحان منك كثيرا فعلى سبيل المثال إذا كنت تصلي في الجماعة خلف الإمام فاستمع جيدا إلى قراءة الإمام في الصلوات الجهرية فإن الإنصاط الذي تنصته يعينك على حضور قلبك وحضور ذهنك ويخفف عنك كثيرا من السرحان الأمر الثاني إذا كنت تصلي وحدك فاقرأ وأسمع نفسك أسمع نفسك يعني مش الصوت العالي يعني مش أتقرأ جهرا حتى لو كانت الصلاة السرية لكن أقصد أسمع أذنيك ما تقرأ فإن الأذن إذا انضمت إذا استمعت إلى قراءتك بل وإلى تسبيحك فإن هذا يعني يخفف عنك كثيرا من هذا السرحان في الصلاة فالتدبر والخشوع يأتي بمحاولات عديدة وبمجاهدة كثيرة وكبيرة جدا للنفس كما قال الله عز وجل ونفس وما سوها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد صاب من دساها وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك شيطانا معينا سماه النبي عليه الصلاة والسلام بخنزب أو بخنزب هذا الشيطان اللعين وظيفته شغل المصلي أثناء صلاته سرقة الصلاة من المصلي هو لم يستطع منعك من الصلاة إنما تغلبت أنت عليه ولله الحمد فقمت وتوضأت ودخلت في صلاتك فإذا لم يقدر على الأولى يبدأ يشاغلك في الثانية ألا وهو أنه يشغلك في صلاتك بكل أمر كنت تنسى فجاهد هذا وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من وجد هذا فليستعد بالله وليدفل عن يساره صلاة يدفل يعني تفلى هواء ونفس وليس تفلى بصاق إنما يستعيد بالله تبارك وتعالى من الشيطان من هذا الشيطان الذي يشغله في صلاته ويسرق عليه صلاته لأنك تعلم أيها الأخ السائل أن الأجر في الصلاة مترتب على حضور قلب المسلم وذهنه وخشوعه فرب إنسان يكتب له من صلاته ثمنها ورب إنسان يكتب من صلاته ربعها يعني بمقدار خشوعه وإطمئنانه ورب أحد يكتب له من صلاته نصفها وهكذا كما أخبرنا الصادق المسدوق عليه صلوات الله وسلامه والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكم مقاطعة أقارب ليس من المحارم بهدف تجنب الأذى النفسي ليس بمحارم يعني السائلة طبعا واضحة أنها امرأة ليس بمحارم يعني أبناء أعمامها وأبناء عماتها هؤلاء عصابات لكنهم ليسوا محارمة له لأنه يجوز لابن عمها أن يتزوجها ويجوز لابن عمتها أن يتزوجها وفي الناحية الأخرى من الأرحام الذين هم أقارب المرأة من ناحية أمها ابن خالها وابن خالتها هؤلاء أرحام لكنهم ليسوا بمحارم للمرأة فمتى وجدت المرأة مفسدة أو أذى من وصل هؤلاء فإنه يجوز لها في هذه الحالة أن تخفف هذا الوصل أو أن تمنعه يعني ربما خشيت على نفسها الفتنة من ابن عمها وابن عمتها وابن خالها أو ابن خالتها يكون يعني بعضهم جريء في بعض الأحيان أو يعني صليث اللسان فيتكلم بسفاهة أو يحاول المزاح والهزار معها بالكلام الخارج أو بالفعل أو بشيء من هذا القبيل وهي تتأذى وتخشى على عرضها وتخشى من فتنتها ففي هذه الحالة يجوز طبعا إن هي تقلل من هذا الوصل أو تمنعه فإن ضرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ضرء مفسدة مقدم على جلب المصلحة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول ما حكم التكبيرات التي تفوتني في صلاة الجنازة يعني يدخل متأخرا خلف الإمام في صلاة الجنازة فكل إمام قد كبر تكبيرتا أو تكبيرتان من التكبيرات يعني وهو يدخل في الثالثة أو في الرابعة أو ما شابه ذلك فهو يقول يعني ماذا أفعل؟ صلاة الجنازة هي صلاة جماعة بإمام فمدام صلاة الجنازة كما هو معلوم هي جماعة بإمام فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث المشهور ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا لكن إذا فاتتك بعض التكبيرات وما زالت الجنازة موضوعة لم ترفع بعد ائتي بما فاتك من التكبيرات أنت دخلت في التكبيرة الثالثة وهي الأولى لك ثم الرابعة كانت الثانية لك يتبقى عليك أو لك التكبيرة الثالثة أو الرابعة فمدامت الجنازة ما زالت موضوعة فتكمل هذه التكبيرات مع نفسك وتسلم لكن إذا رفعت الجنازة بعد أن انتهى الإمام من صلاته فعلى من تصلي إذن يعني على من تكمل تكبيرات صلاتك بهذه الحالة تسلم مع الإمام أو تنصرف من صلاتك لأنه قد رفعت الجنازة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أقرأ القرآن في الصلاة فهل بعد قراءتي للفاتحة لابد أن أقول آمين مش لابد يعني يجب ومش لابد يعني فرض إنما يستحب أن تقول بعد قراءتك للفاتحة أن تقول آمين فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فإذا كنت في صلاتك وحدك وقرأت بفاتحة الكتاب فيستحب لك أن تقول آمين بعد قراءة الفاتحة ثم بعد ذلك تشرع في قراءة الصورة أو الآية التي بعد الفاتحة والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا السائلة تقول السلام عليكم وعليكم السلام فرحمة الله وبركاته تقول أنا محتاجة للسفر إلى العمرة ولكن ما عنديش محرم وليس عندي محرم يملك القدرة على نفقة العمرة وأنا لا أستطيع تدبير نفقة هذا المحرم إن وجد فليجوز لي عمل العمرة بغير محرم أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك إذا كانت هذه طبعا هذه مسألة فيها خلاب بين أهل العلم في اشترات المحرم للمرأة في الحج والعمرة فأهل العلم فيها على قولين قول الأول اشترطوا للحج والعمرة للمرأة المحرم وقد استدلوا على ذلك بالقصة المشهورة والحديث المشهور الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم بليلة في حديث مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن من غير محرم من غير محرم فرجل من القوم قال يا رسول الله إنك تتبت في غزوة كذا وكذا سجل اسمه وإن امرأتي خرجت حاجة يعني لوحدها ما كانش يعرف فقال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك فأخرجه النبي من الغزو وقد اكتتب اسمه فيها حتى يلحق بزوجته لألا تسافر امرأته إلى الحج من غير محرم فهذا هو القول الأول وعليه الحنابلة القول الثاني أنه يجوز أن تسافر المرأة للحج أو للعمرة ولو بدون محرم لكن في ذلك وضعوا شروطا منها الشرط الأول أن تكون هذه حجة الإسلام أو أن تكون هذه عمرة الإسلام يعني أول حجة أو أول عمر الشرط الثاني أن تكون المرأة كبيرة سن نسبيا وليست شابة يعني آنسة كما نقول الشرط الثالث أن تكون هذه المرأة في كامل وقارها وحشمتها وحجابها الشرط الرابع أن يأذن لها وليها الشرع أبوها والزوجها الشرط الخامس أن تكون في صحبة مأمونة من الرجال والنساء المحترمين الثقات وقد استدلوا على ذلك بالحديث المشهور أيضا يا عدي لو طالت بك حياة لطرين الضعينة ترتحل من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله والزئب على غنمها فاستدل هذا الفريق من أهل العلم على أنه إذا أمنت الأحوال واستقرت الأمور في بلاد المسلمين يعني أمن الطريق واستقرت الأمور في بلاد المسلمين فإنه يجوز للمرأة أن تخرج للحجة الفريضة أو للعمرة الأولى في حياتها بهذه الشروط الخمسة التي ذكرتها والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبرك على النبي محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زوج أختي يستحل دائما المال الحرام فماذا علي أن أفعل وماذا على أختي أن تفعل عفوا أيها الإخوة أقول للأخ السائل أو لأختنا السائلة انصحوه وذكروه بالله عز وجل وأخبروه أن أكل المال الحرام وبال على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في القصة المشهورة من اقتطع حق مريء مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في سبع أراضين قال رجل من القوم أرأيت يا رسول الله لو كان شيئا يسيرا قال عليه الصلاة والسلام ولو كان قضيبا من أراك يعني حتى ولو كان عودا من السواك الذي لا يسوي خمسة جنيهات مصري الشاهد أن أكل المال الحرام خطر على الإنسان وباله في الدنيا معروف كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال فأن يستجاب لهذا يعني كيف يستجب الله عز وجل دعاء أو كيف يقبل عمل رجل بهذه المواصفات طعامه حرام وشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فنسأل الله العفو والعفية فأنتم ذكرو بالله عز وجل وانصحوه في الله تبارك وتعالى من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ومن باب إنما الدين نصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وأما زوجته فهي أيضا تشارككم في تذكرته ونصحه في الله عز وجل فإذا أبى واستمر على حاله فإنها تأكل هي وأولادها من ماله بالمعروف من غير توسع تأكل هي وأولادها من مال هذا الرجل بالمعروف من غير توسع ولا إصراف تحاشيا للمال المحرم قدر الاستطاع لكنها تأكل ليه لأن نفقتها واجبة عليه وفي هذه الحالة اسمه على نفسه اسم الحرام ووزر الحرام على الزوج وليس على الزوجة ولا على الأولاد والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أخونا السائل يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يقول ما حكم رمي الماء المقروء عليه قرآنا أقول الأخ السائل بارك الله فيك يعني إذا حدث وكان عندك ماء قرأت عليه شيئا من القرآن ونفست فيه ففي هذه الحالة لا ترميه في ممشى الناس ولا ترميه في الحوض حوض الصلاط ولا ترميه طبعا في المجال إكراما وتعظيما لكتاب الله عز وجل وللنفس الذي نفست فيه هنا قرأت شيئا من القرآن الكريم فارميه يا أخي الحبيب اسقي به الشجرة ارميه فوق السطوح يعني في غير ممشى الناس ولا طريقهم ولا يكون في حوض حتى لا يسري إلى المجاري النجسة والعياذ بالله والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أختنا السائلة تقول ابنتي تزوجت وبعد أن أتممت تعليمها الجامعي وتم تجهيزها أريد أن أهديها مبلغا ماليا تبدأ به مشروعا وذلك برضى بقية إخوانها وأخواتها فهل هذه العطية تلزمني أن أعطي جميع إخوانها وأخواتها نفس المبلغ أقول لأختنا السائلة الأصل هو العدل بين الأبناء في الهبة والعطية الأصل هو العدل بين الأبناء في الهبة والعطية جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة نحلة يعني أعطي هبة وأريدك أن تشهد عليها قال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيته مثل هذا قال لا قال اذهب فإني لا أشهد على جاور يعني لا أشهد على ظلم فأشار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه في الهبة يشترط أو يجب أو يستحب العدل بين الأبناء أو استسماحهم وفي سياق الحديث في روايات أخرى قال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن يكونوا لكم في البر سواء قالوا نعم يعني الأبناء جميعا أتريدون أن يكون أبناءكم جميعا في البر لكم سواء قالوا نعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم هذا هو الأصل فإذا رعيت هذا الأصل وعدلت بين الأبناء فبها ونعمة وإلا فإن البديل هو استسماح بقية الأبناء والبنات في هذه الهبة التي ستخصين بها واحدة منهن فإذا سمحوا ورأيت في وجوههم طيب نفس فبها ونعمة ولا شيء عليك في هذه الحالة والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد أيها الأحبة الكرام وقت حلقتنا قد انتهى أسأل الله عز وجل أن يجزينا ويجزيكم خير الجزاء الشكر موصول لفريق العمل جعل الله هذا في ميزان حسناتهم أجمعين وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب لكم مني أفضل تحية فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ورحمة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل ورحمة الله عز وجل